موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تمخذ الجبل فولد فأرا مدة طويلة انتظرها العالم ليجتمع ترومب مع الكونغرس وليستلم ايضا ما خلصت اليه وكالة الاستخبارات الامريكية سي اي اي ليخرج في الاخير بنتيجة عجيبة محمد مد سلمان ربما يكون من امر بقتل خاشقجي وربما لا يكون ظالعا في الجريمة معلومات قيمة قدمها الرئيس الامريكي وقرار صارم ترومب قلل ايضا من شأن السي اي اي بقوله ان التحقيق غير واضح ترى هل كان يشكك ترومب في الوكالة لو كان يتعلق الامر بدولة اخرى غير السعودية ترومب ايضا اكتشف المسؤول الاول عن مقتل خاشقجي حيث حمل العالم الذي اصبح بشعا مسؤولية مقتل الصحفي السعودي والان اظن ان الانتربول يبحث عن هذا العالم البشع لاعتقاله كل الكتب السماوية ذكرت قصة ابونا ادم بما فيها القرآن الكريم حيث قال الله تعالى واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء العالم يا رجل بشع منذ الازل هاتي الجديد الجديد هنا ان ترومب قال بانه لن يتخلى عن حماية ابن سلمان مهما كان وان السعودية حليف مهم ولولا السعودية لكانت اسرائيل الان في ورطة ساعة من بعد هذا الكلام يقول وزير الخارجية الامريكي ما الذي تتوقعون منه من حيث هذه الاسلحة حيث بعض هذه العقود الاسلحة تجري هناك محادثات بشأن العقود وسيكون الرقم اكبر ولا استطيع ان اتحدث حين تنتهي هذه المحادثات ولكننا متأكدون ان هذه الامور التي تتحدث التي اتخذتها السعودية على نفسها من حيث المساعدات سيتم انهاءها وختمها نعم على السعودية ان تدفع تلك الملايين من الدولارات ثمن صفقات الاسلحة وحالا حالا وهذا ما يعزز فرضية ابتزاز امريكا للسعودية بقضية قتل صحفي السعودي جمال خاشقجي بل يؤكد حقيقة ذلك من يذكر معي قضية تلفيق عملية قتل الصحفي الروسي اركادي بابتشينكو لروسيا وكيف ظهر بعدها حي يرزق لست ادري على كل حال ما تحضرني هذه القصة استغفر الله لا اقصد شيئا الى السطر تركيا وفي مقابل كل الذي ذكرناه تقول بان ترامب سيغض النظر او سيغض الطرف حول جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي ايا كان الامر ورئيس تركي طيب رجب اردوغان يقول بان دماء الرجل لن تذهب هدرا والسكوت عن القضية اهانة لتركيا لقد قلنا اننا مصممون على حل قضية جمال خاشقجي واخراجها للساحة وساكشف عن تصريحاتي بخصوص هذا الموضوع يوم الثلثاء ان شاء الله خلال اجتماع الكتلة النيابية في البرلمان التركي لاننا نبحث عن العذالة بهذا شأن وسنكشف كل التفاصيل الخاصة بهذه القضية لن نتعامل معها بشكل عابر تركيا تستعمل سياسة التسريب والتشويق لابقاء القضية على السطح رغم محاولة السعودية التماطل في التحقيق من اجل تميع القضية تركيا ايضا تريد بقاء هذه القضية داخل تركيا لتستعملها كورقة ضغط لابراز قوتها في المنطقة حيث هي تريد على كل حال ان تستلم القضية المتهمون منهم والشهود هي لا تريد تدويل الجريمة لان بطء المحاكم الدولية قد يقتل المحاكمة قبل بدئها في الاخير هل سيغير جمال خشقجي وهو ميت ما لم يستطع تغييره وهو حي يرزع بوتين وفي خضام كل هذه الاحداث يكتفي بالمراقبة من بعيد وبكل هدوء ليتدخل فقط في الوقت المناسب ليقتنص فرصة او يكتشف ثغرة او يكشف عفوا ثغرة من ثغرات امريكا وحلفائها او يسترجع واحدا من حلفاء امريكا لصالحه وهو يستقبل ضيوفه وهو يطعم كلبه كلبه اولا لست ادري لماذا لا تتعاطى وسائل الاعلام العالمية مع حالة الغليان التي تشهدها فرنسا مثلما تتعاطى مع الاحتجاجات في الدول العربية فبمجرد تجمع بعض الاشخاص في دولة عربية ما حتى تقرع طبول الربيع العربي في كل القنوات العربية منها والغربية وتقام فوضى في البلاطوهات هي اكبر من فوضى الشارع الفوضى التي تشهدها فرنسا الان لماذا لا تكون بوادر لربيع فرنسي ما يحدث في فرنسا هو نفس الشيء تقريبا من غلاء المعيشة وفرض الضرائب وما الى ذلك من تراجع للدخل الفرنسي هذا حسب المرصد الفرنسي للأوضاع الاقتصادية هل يعيش المواطن الفرنسي في جنة وهل هو راض عن رئيسه ايمانويل مكهو نسمع ما يقوله الفرنسيون مكهو نحن هنا في طريق استقيل انتهى كل شيء بالنسبة لك تكاليف العيش غالية جدا وقد وصل بنا الامر الى حد لا يطاق عندما نربح الف يورو في الشهر ونجد صعوبة في اثمامه نفهم ان ما نقوم به عبارة عن ثورة لقد اغلقنا مدخل المصفات والاهداف الاولى حققت لمسنا تضامنا كبيرا من قبل المواطنين سنبقى هنا لاننا نعتقد باننا سنفرض عليهم الاستماع الينا هذا ليس جيدا بالنسبة لنا لاننا نعمل بعدها نحن لسنا ضد ما يقومون به لاننا يجب ان نتضامن معهم ونستمع اليهم فقط الامر يقلقنا لاننا نعمل انا متفق معهم لاننا ندفع جميعا الوقود مرتفع ثمن بالاضافة الى الدرائب على الدخل انا اتفق معهم اصحاب السطرات الصفراء هؤلاء استطاعوا ان يجمعوا اكثر من مئتين وسبعين الف شخص دون ان يكون لهم زعيم ولا حزب سياسي يقودهم القائد الوحيد عفوا لهم هو في هذه الاحتجاجات هو تدني المستوى المعيشي للمواطن الفرنسي خاصة في الارياف الامر الذي يشير الى وجود ازمة حقيقية في فرنسا الى السطر جزاء سينيمار القصة المعروفة للبناء الشهير سينيمار تعود من جديد وفي العاصمة اليابانية توكيو رجل الاعمال الشهير كارلوس غوسن قيد الاعتقال في توكيو التهمة هي التهرب الضريبي وعدم التصريح بالدخل الحقيقي واستعمال اصول الشركة لاغراض شخصية كارلوس غوسن رجل الاعمال ذو 64 عاما لبنانية الاصل يملك الجنسية البرازيلية والفرنسية ومدير عملية التحالف بين رونو نيسان وميتسوبيش وصاحب ايضا وولي نعمة نيسان وميتسوبيش حيث كان له الفضل في انقاذ كل الشركتين من الافلاس مثل ما انقذ سابقا شركة رونو فيما عرف بالقاتل المالي في فرنسا الان الراجل يواجه جزاء سينيمار فالشركة اليابانية وبعد وقوفها على قدميها ترى الان انه لا بد من اعادة توزيع الحصص والاسهم والخيار الامثل هو التضحية برئيسها اللبناني عن طريق اتهامه بالفساد بالمقابل شركة رونو الفرنسية تحفظت برئيسها كارلوس غوسن والاكتفاء بتعيين مدير بالنيابة يقول الفرنسيون ايضا بان مكيدة يابانية ملفقة لنتكلم قليلا بلغة الارقام عدد السيارات التي تبيعها شركة نيسان اكبر بكثير مما تبيعه شركة رونو ثانيا شركة رونو تمتلك 43% من اسهم شركة نيسان بدورها شركة نيسان تمتلك 15% فقط من اسهم شركة رونو بينما تمتلك 34% من اسهم شركة ميتسوبيش يقول بعض المراقبين ان شركة نيسان اليابانية ضحت برئيسها ومنقذها اللبناني كارلوس غوسن من اجل اعادة توزيع الحصص ربما القادم تفيل باثبات ذلك او نفيه الى السطر الرئيس التنفيذي المؤقت الجديد لمجموعة رونو الفرنسية لصناعة السيارات هو تيري بولوري الذي يتمتع الان بنفس صلاحيات كارلوس غوسن ولا يزال المدير التنفيذي لشركة رونو قيد الاحتجاز بعد ان اتهمته شركة نيسان بارتكاب مخالفات شملت استخدام اموالها لاغراض شخصية وعدم الافصاح عن اجره بالكامل لسنوات لكن لم يتم اعفاؤه من مهامه غوسن الذي هو في حال التعطيص صلاحيات مؤقت يبقى الرئيس المدير العام للمجموعة وعين مجلس الادارة بصورة مؤقتة تيري بولوري مديراً عاماً منتدباً وهو بهذه الصفة سيتولى الادارة التنفيذية للمجموعة وسيتمتع بالتالي بنفس صلاحيات غوسن تيري بولوري يبلغ من العمر 55 عاماً انضم الى المجموعة عام 2012 وفي شهر شباط فبراير الماضي اختاره كارلوس غوسن ليكون ذراعه الايمن وفي حين ينظر مجلس ادارة كل من نيسان وميتسو بيشي في اقالة غوسن بدأت الدولة الفرنسية التي تساهم بنسبة 15% من رأس مال رونو تنأى بنفسها وطالب وزير الاقتصاد برونو لومير بتعيين ادارة مؤقتة لم يعد في وضع يمكنه من قيادة المجموعة لكننا لن نطلب رحيل السيد غوسن من مجلس الادارة لسبب بسيط ليس لدينا دليل على تورطه ما يقلق الدولة الفرنسية هو مصير التحالف الثلاثي بين رونو نيسان وميتسو بيشي الذي اهتز اثر توقيف الرجل الذي كان صمام توازنه يسمى معظم المخترعين والمفكرين ابداعاتهم واختراعاتهم باساميهم هذا الشيء معروف كما يسمى الحكام في دول الخليج ما بني في فترة حكمهم باساميهم ايضا على سبيل المثال برج خليفة ومسجد بن زايد وابراج ومساجد اخرى في الجزائر لا نعتمد هذه السياسة مهما كان الانجاز ضخما المسجد الاعظم مثلا رفض الرئيس بوتفليقة تسميته باسمه مع انه بني في فترة حكمه ولم نشهد اي من رأساء البلاد سمى اي شيء باسمه في فترة حكمه لا هو ابو مدين ولا اشهد لبن جديد ولا غيره من من تعاقبوا على رئاسة البلاد منذ الاستقلال على خلاف كل هذا المغرب يطلق قمرا صناعيا اسمه محمد السادس 3 2 1 top ها ايماج بي 80 ديكولاج موسيقى القمر الصناعي محمد السادس صنع من طرف الشركتين الفرنسيتين الينا سبيس وارباس للدفاع واطلق من القاعدة الفرنسية جويانا للفضاء الى الصدر موسيقى مصر السيسي منذ مدة تشتعل حرب كلامية بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وشيخ الازهر احمد الطيب مشكلة السيسي مع الشيخ ان السيسي يريد الى جانب الكثير من المزامير والابواق ان يتخلى عن السنة النبوية ويكتفي بالقرآن الكريم والشيخ يرفض هو في الحقيقة موضوع مفصول فيه منذ 14 قرنا على كل حال الذي يختلق مثل هذه المواضيع الان هو في الحقيقة مفتر كذا خلونا نشوف اخر مبارزة بين السيسي وشيخ الازهر الاشكالية الموجودة في عالمنا الاسلام دلوقتي مش ان احنا نتبع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم او لا نتبعها من حق المسلمين ان يفتخروا بعلم الحديث من علومهم اللي كان بيقولوا بلاش ان احنا ناخد سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وناخد القرآن فقط ليطرى الاساء بتاعتهم اكتر ولا الاساء اللي احنا عملناها كفاة مخاطئ وتطرف شديد في العالم كل يطرى سمعة المسلمين في العالم السيسي يريد الاعتباد على القرآن الكريم فقط فهل قرأة السيسي الاساء يا أيها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويل خير واحسن تأويل ليس هناك تأويل اخر اطيعوا الله وأطيعوا الرسول نعم نعم واولي الامر منكم تعجبك جيدا هذه الكلمتين الاخرتين وتتمنى أيضا لو يمحى ما قبلها القرآن معجزة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والسنة النبوية والسنة حسب السيسي لا تفسر هذه المعجزة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اكتشف لنا طريقة مذهلة عن كيفية تفسير معجزات القرآن الكريم شوف أنا أتكلم بعد أكثر من خمسين سنة محدش قالي كلام ده بشكل عالمي نعلمهم الحقيقة العلم العلم الحقيقي أن الحكاية كانت كده وإحنا كنا كده والرغم من كده عملنا كده وإذا الودي المعجزة المشكل أظن ليس في السيسي فقط بل في كل هؤلاء المؤمنين الذين يملؤون القاعة تصفيقا وزغاريت إلى السطر في تونس كنا قد تحدثنا عن تعيين وزير السياحة اليهودي روني أطرابلسي وما أحدثه من ضجة وسط الشارع التونسي بعيدا عن هذه الضجة هل خلت تونس من رجالها ثم بعد كل ما مرت به تونس من بداية ثورة الياسمين وكل ما عانته منذ ذلك الحين هل يكافأ الشعب التونسي بخلافات لا تنتهي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ليتفقه فقط في شيء واحد وهو تجريد الشعب التونسي من مقاوماته فيقول الباجي قايد السبسي نحن لا علاقة لنا بالدين علاقتنا فقط مع الدستور بينما يغلي الشارع التونسي جراء ترد الأوضاع المعيشية ثم يعين الشاهد وزيرا يهوديا في شكل واضح من أشكال التطبيع على كل حكومة يوسف الشاهد الجديدة نصبت وأدت اليمين الدستورية لكن كيف أدى الوزير اليهودي اليمين وهل وضع يده على المصحف الشريف ترجمة نانسي قنقر لا لم يضع روني يده على المصحف الشريف لكنه وضعها على قلب الكثير من التونسيين أزيح المصحف من على الطاولة ليتمكن الوزير من القسم فهل يصدق التونسيون رجلا يبتعد عن المصحف ليقسم أنه لن يخون الوطن وقلبه متعلق بغير ما تعلقت به قلوب التونسيين يقول التونسيون ترجمة نانسيون ترجمة نانسيون ترجمة نانسيون وضعنا هذا هو الذي يفيد البلاد أما يكون يهودي تونسي هو تونسي مرحبا به كتونسي هو مرحبا به أما كيهودي هذه المشكلة من أصول يهودية هو تونسي أما أصول يهودية تونسية تونسية يعني لا جدوى من أرى أن لا جدوى من تعيني وزير السياحة التونسي اليهودي لا أظن أنه سينفع السياحة التونسية بقدر ما تنفع الوزارة وكالته السياحية في الأخير جيب اليهودي واحد إلى الصدق نعود إلى الوطن وجمعية حماية المستهلك وعلى لسان رئيسها مصطفى الزبدي الذي صرح مؤخرا بأن هناك أربع علامات للقهوة في السوق الجزائرية تحتوي على مواد مسرطنة نهيك عن العلامات الأخرى المغشوشة خاصة تلك التي تحتوي على نسب عالية من السكر جميل جدا أن نرى جمعيات مماثلة تعمل تحقيقات وتأخذ مواد من السوق إلى المخابر لتحمي المواطن المستهلك لكن ما أنكره على السيد مصطفى الزبدي التصريحات المبهمة والناقصة تجاه قضايا من هذا النوع رئيس الجمعية خلال ندوته الصحفية حذر من خطورة هذه المنتجات دون أن يسمي العلامات الخطيرة منها نستمع إلى تصريح مصطفى الزبدي إما ماهوش دير النسبة وإما التسمية ما رهيش صحيحة وإما ماهوش دير قاع أو دير قهوة ديراكت ولا طوري فاكتو أو أي حاجة من هذا القبيل 86% هم مصطفى الزبدي ويستمع إلى المواطن الجزائر حذرناهم الآن بعد ثلاث أشهر عدو التحليل سوف نذكر كي مريحنا اليوم بإذن الله سوف نذكر العلامات التي تقوم بتسميم المواطن الجزائر تعود بالذاكرة إلى حادثة مماثلة حدثت في فرنسا مطلع السنة الجارية تخص حليب لاكتاسيا الفرنسي الملوث كيف كان تعاطي وسائل الإعلام معها أكثر من 12 مليون علبة من حليب الرضع تحمل العلامة التجارية لمجموعة لاكتاليس الفرنسية سحبت من أسواق 83 دولة في العالم وذلك بعد أن بدت أعراض الحمى والإسالي وتشنج عصاب المعدة على 37 رضيعا في فرنسا أدخل منهم 18 فقط إلى المستشفيات صاحب العلامة وعد بتعويض المتضررين لكن بعض الجمعيات وبعض المتضررين رفضوا ذلك والاحتواء القضية سرع رئيس شركة لاكتاليس الفرنسية ووعد بدفع تعويضات لكن جمعية عائلات المتضررين اعتبرت الأمر محاولة سافرة لشراء سكوت الضحايا وبادرت برفع سلسلة من الدعاوى القضائية ضد لاكتاليس يعني المواطن الجزائري الآن لما يذهب إلى المحل يشتري القهوة أو أي مادة أخرى وهو يعلم أن إحدى العلامات من بين 70 علامة أو أكثر هي مادة قاتلة ماذا يفعل؟ أو كيف يختار؟ عندما تعطيه أنت معلومة هي في الحقيقة لغز أكثر منها معلومة يدير شادي مادي مدي هذه ولا هذه يعني لا يا سيدي لا يمكنك حماية المستهلك بالألغاز أيضا لا تقل ألغازا فللألغاز تفسيرات كثيرة إلى الصدر في الأخير قال المفكر المصري وأحد صناع الثورة المصرية مصطفى كامل من يفرط في حقوق بلاده ولو مرة واحدة في حياته يبقى أبد الظهر مزعزع العقيدة سقيم الوجدان نقطة إلى اللقاء اشتركوا في القناة